تضرع الأنبياء وتوجه الأنبياء بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والطلب المستمر من الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة كان سمت أنبياء الله جميعا وفي الحقيقة لما بتيجي نقرأ سورة الأنبياء مع البداية الشديدة اللي ابتدتها هذه الصورة لكن في ذكر كذلك بعد قراءة بعض من الآيات تبتدي في ذكر سلسلة من أنبياء الله الكرام وعرض لبعض سيرهم وكانت هذه الصورة بما أنها سورة مكية تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في هذا الذكر بعض من سير هؤلاء الأنبياء وضراعة هؤلاء الأنبياء لله سبحانه وتعالى وحرصهم على الطلب والإلحاح في الطلب من الله سبحانه وتعالى وتعليل الحق الله سبحانه وتعالى إيه العلة اللي بيها كانت فاستجبنا هذه الكلمة التي كررت في تلك الآيات المباركات ابتديت البداية دي عشان كل الأحباب اللي بيسألوا على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة وبيتكلموا عن الإنجاب والذرية وهل يعقل أنه امرأة قد تكون عقيم أو رجل يكون عنده مشكلة ما في مسألة الإنجاب وأنه يتوجه إلى الله بالدعاء طبعا مع الأخذ بالأسباب هل فعلا يقدر أنه هو تجاب له الدعوة بتاعته دائما نعيش في معنى تفائلوا بالخير تجدوه طالما الإنسان بيسعى بجميع الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأهالوا في حياته إن أنا محتاج أروح لطبيب فيشوف أنا أصبني إيه أو كذلك الزوجة تروح ليه المختصة اللي تشوف هي كذلك فيها إيه فبناخد بالأسباب وفي نفس الوقت قبل وأثناء وبعد أنا بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء لكن الدعاء المصحوب بالاستجابة الفورية الدائمة لأوامر الله سبحانه وتعالى وده اللي أشارت إليه الآية الكريمة اللي وهي بتختم ذكر أو طرفا من ذكر حول أنبياء الله سبحانه وتعالى وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام تدل لماذا علت إجابة الدعاء بعد ضراعة هؤلاء الأنبياء يريد نقرأ سورة الأنبياء قراءة يعني فيها تدبر لذكر الأنبياء والمرسلين اللي ذكرتهم هذه الصورة والتعليقات القرآنية قبل وأثناء ذكر بعض من سير هؤلاء الأنبياء وليه رب العالمين سبحانه وتعالى كان بيجيب لهم الدعاء وبيجيب لهم هذا التضرع اللي كانوا بيتضرعوا به إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا زكري عليه السلام كان من ضمن من ذكر في هذه الباقة يعني هنلاقي الباقة اللي ذكرت في سورة الأنبياء ذكر حول سيدنا إبراهيم عليه السلام وموقفه من قضية عبادة غير الله وعبادة الأوثان وقصة الإحراق لسيدنا إبراهيم عليه السلام ثم ذكر لسيدنا لوط عليه السلام ثم سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا أيوب وباقوا سيدنا إسماعيل إشارة سريعة إليه وبعد ذلك ختم ذكر هؤلاء الأنبياء بقصة سيدنا زكريا ثم ختاما بالإشارة إلى ستنا مريم عليها السلام وسيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام حقيقة هي إشارات سريعة قرآنية في سورة من السور العظيمة اللي هي سورة الأنبياء لتدل أو لتشير إلى صلاح هؤلاء الأنبياء ولماذا كان يجيب الله سبحانه وتعالى لهم الدعاء والتضرع فبالتالي الإنسان في حياته لما بيجي يقرى القرآن بهذه النظرة الواعية ويبتدي يشوف عرض الصورة الكريمة لسير هؤلاء والموضوعات التي ذكرت قبل ذكر هؤلاء الأنبياء في سورة الأنبياء وختام الصورة الكريمة مرة في التانية بيبتدي يدرك الرسالة التي يعني من أجلها سيقة هذه الصورة بهذا النسق القرآني الفريد والذكر من ضمنها سيدنا زكريا ضمن تلك الباقة من أنبياء الله عشان نتعلم نشوف من سير هؤلاء الأنبياء كيف كان معهم التوفيق في الدنيا وفي الآخرة بإرادة الله سبحانه وتعالى ولما كانوا عليه من خير عظيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا هو التعليل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلل بسرعة إجابة الدعاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أول من يبادر بصنع الخير وكانوا بيقوموا بالأوامر الربانية اللي بيكلفهم بيها بحب وبشوق وبحب لطاعة الله سبحانه وتعالى فكانت الإجابة سريعة شوف سيدنا زكريا لما توجه إلى الله سبحانه وتعالى بأدب فيه يعني فيه الإنسان في منتهى الذل أمام الله سبحانه وتعالى اللي هو عين العز للعبد أنا بتذلل وبتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أسأل الله من فضله وهو بينادي ربنا وأنت خير الوارثين أنت الباقي سبحانك لا إله إلا أنت أنت الحي القيوم يفنى كل من في الوجود ويبقى الله سبحانه وتعالى فيسأله سيدنا زكريا والقرآن الكريم الصوت فيه معبر جدا بل بيحرك في الإنسان مشاعر طيبة فإذا الإنسان استشعر وقع الكلمة القرآنية بصوتها وموسيقى الأصوات القرآنية نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه هذا المد اللي موجود في نادى بيبتدي يحرك فيك مشاعر إنك تجري وإنك تنادي وإنك تتعلم من أنبياء الله كيف كانوا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم عارفين أنه ما فيش شيء يعظم على الله مع تمام الرضا أنا راضي بإلا ربنا سبحانه وتعالى يدهوني وأنا راضي بما يمنحني به الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يتمنى زكريا ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويتمنى على الله أن يفيض عليه من نعمائه وإن ربنا سبحانه وتعالى يجيب له هذا الدعاء وإنه ما يكونش في الدنيا فريد وحيد وهو الله الحي الباقي الذي لا يعتريه أي مما يعتري الخلق إنما هو الله سبحانه وتعالى يفنى كل من في الوجود ويبقى الله سبحانه وتعالى فيسأل الله بسر ذلك أن يعطيه من فضله ومن جوده فاستجبنا له وتيجي الفاء والفاء في اللغة العربية هي من حروف العطف اللي ليها معنى معنى إيه إن أنا مثلا ما أقول جاء أحمد ثم محمد ثم فيها تراخي يعني فيه فترة زمامنية ما بين ما جاء أحمد ثم ما جاء محمد لكن لما استعمل الفاء وهي حرف العطف معناها إنه جاء عقبه جاء أحمد فمحمد معناها إنه ده محمد جاء على طول وراء أحمد فالفاء هنا بتديني سرعة إجابة الدعاء فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أعطى الله له سؤله فرزقه بيحيى وأصلح حال زكته اللي كانت لا تلد وكانت عقيمة ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أنت الجمع اللي فيسارعون في الخيرات إنهم إشارة إلى مين؟ إما إشارة إلى سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وكذلك زوج سيدنا زكريا أو إشارة وهو دل بميل إليه في هذا التفسير إلى جميع الأنبياء الذين ذكروا قبل سيدنا زكريا أن هؤلاء جميعا كان أهم من أهم الصفات التي اتصفوا بيها المسارعة في فعل الخيرات لذلك فكانت إجابة الدعاء أسرع وكان فيها هذا الفتح وهذا العطاء الرباني الكبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات واللهم إن شاء الله يفتح كده مسامع قلوبنا إلى ذكره سبحانه وتعالى